أشهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغنم بخطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجبر صباح الذي وجهه للشعب الكويتية واصفا إياه بأنه خطاب الحزم ووضع النقاط على الحروف وقال الغنم هكذا يتصرف رجال الدولة الكبار وهكذا ينبرون في مثل تلك المناطفات التاريخية الوطنية ليعيدوا الأمور إلى نصبها وقال الغنم عندما يتحدث سموه عن أفة الفساد فهو يذهب باتجاهين متوازيين أوله التشديد على ضرورة محاربة الفساد وأن لا أحد فوق القانون حتى لو كان من الأسرة الحاكمة وأن الموضوع يحظى باهتمامه ومتابعته شخصيا بكل تفاصيلها وأضاف الأمر الثاني الذي ركز عليه سمو نائب الأمير هو عدم اتخاذ تلك الأفعال الشاذة سببا ومطية لإشاعة ثقافة الإحباط وتصوير الكويت وكأنها بؤرة فساد كما وصفها سموه وقال رئيس مجلس الأمة سموه وهو يؤكد على ضرورة محاربة الفساد ونيل الفاسدين قصصهم العادل يؤشدد على إدانة ما أسماه ببدعة التسريبات ومظاهر العبث وإشاعة أجواء الفتنة والمساس بكيان الوطن وقال الغانم لقد حرص سموه على تكرار ما أكده سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مرارا من خطورة حراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى معاول هدم وإشاعة أجواء الفتنة وإطلاق الاتهامات وضرورة عدم الانسياق إلى مثل تلك الأجواء واختتم الغانم تصريحه قائلا أن تأكيد سموه على الانتزام بالنهج الديمقراطي الدستوري وتأكيده على مفهوم الحريات ليس بغريب عليها مؤكدا أن دعوة سموه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة تصويب المسار السياسي هي دعوة مستحقة وضرورية